متواصلين معكم مشاهدين واعتقد ان هذه الفترة الحالية فترة اختبارات والطلبة حيثين بالدراسة لكن العلم التربوي كل يوم قاعد يتطور ومن هذا التطور بنات يعني دراسة يديدة اسمها الدراسة البكية فعلا ودنا نتعرف عليها لانها راح تساعد عيالنا بشكل يمكن افضل للنجاح نرحب بالتربوي والمعلم السيد الاستاذة عصام الكاذمي حياك الاستاذة عصام الله يحييك لخليكم مشكورين على هذه الاستضافة الدراسة الذكية اسمها محمس الصراحة ورح نتعرف عليها اكثر لكن خلونا نشوف بالاول هذا التقرير سجل ملاحظاتك في الدراسة بخطيدك لا تحفظ قم بالممارسة والتمارين ادرس على فترات اختبر نفسك كل هذه العبارات طرق للاجابة على سؤال كيف تستطيع الدراسة بصورة ذكية تعتبر الدراسة الذكية هي معادلة حقيقية للنجاح علامات عالية لا يستطيع تحقيقها سوى المتفوقين فهناك كثيرا من الاشخاص يدرسون ولكن قلة منهم يدرسون بذكاء وبشيذي قد تكون معادلات النجاح عند البعض متفاوتة عنها عن البعض الآخر فلو سألنا العديد من الاشخاص عن الوسائل اللي كفلت لهم النجاح راح يكون الجواب في اسلوب الدراسة اللي اختلف فالانسان لازم يحاول ان يعرف الدراسة الناجحة بالنسبة له ولازم يحاول المواظبة عليها ويحاول يلاقي الاسلوب اللي ينسجم مع طبيعته يعني باختصار يحاول يكتشف نفسه ويكتشف النقاط اللي تنسجم مع طبيعته ويحاول العمل عليها اليوم راح نتعرف مع ضيفنا بالاستيديو على اهم الوسائل اللي تحاولوا الدراسة من مجرد هم دراسي الى دراسة ذكية حياة كلا معانا اليوم في برنامج بل كويتي ستاة عصام خلنتعرف على الدراسة الذكية هناك دراسة ايضا نسمونها الدراسة الصعبة هل أهم نفس الشيء ولا غير عن بعض بداية مشكور على هذا السؤال حياة الله يحييتش الدراسة الذكية ايضا فكرتها طبعا أنا بديت بتدريس مادة الاحياء في المرحلة الثانوية قبل 14 سنة سنة 2000 وانا دشيت وزارة التربية وانا مو متخصص في التربية يعني تخصصي علوم علوم يعلم الاحياء من كلية العلوم فلاحظت ان في مشكلة رئيسية يعانوا منها ابنائنا الطلاب واللي احنا عانينا منها بعد الايامنا ان ما احد علمنا شلون ندرس دايما ولي الامر اولية الامر تقول حق الولد ادرس ادرس ان شلون يدرس ما يعرف شلون يدرس فقعت شلت هذا الهم ان انا بأتعلم شلون اعلم طلبتي ان شلون يدرسون فقعت ااخذ دورات داخل الكويت وبرى الكويت واحضر محاضرات وادرس كتب باللغة الانجليزية واللغة العربية شلون في الدول اللي بره يعلمون طلبتهم منها شون يدرسون فمن خلال هذا كله اللي تعلمتها رح سويتها في ورشة من خلال هذه الورشة قمت اعطيها حق طلبتي يعني طلبتي في المدرسة انا درس في ثانوية فهل الدواري في منطقة الجابرية فاعطي حق طلبتي هذه الورشة كل بداية سنة اول حصة عندي اعلمهم شون طريقة الدراسة الذكية شون يدرسون ليش هو على المستوى المدرسة كلها؟ لانا يعني على حسب الظروف يعني مرات الصوف كلها ما اقدر اخذ كل الطلبة محضرين يعني اللي عندك ايه الحمد لله لا وبعدين انا في على مستوى ثاني قمت اقدمها يعني بره المدرسة حق اي في رسوم رمزية حق اي احد في على مستوى الكويت تنفح اي حق كل المواد؟ ايه تنفح كل المواد طبعا وتنفح كل المراحل المتوسطة والثانوية والمستوى الجامعي والدراسات العليا طبعا فيه كان الدراسة الذكية فيها اكثر من فكرة بس الفكرة الرئيسية كانت ماشية على نظرية ابلع الضفادع وهذه النظرية صراح اسمها الحين مو مشججة مو مشججة بالبعض هي الفكرة ان شون الواحد يرتب اولوياتها في الدراسة دائما احنا كنا دائما الواحد لما يفكر يقول اول شيء ادرس للاشياء السهلة او المواد السهلة وخل صعب للاخير نظرية ابلع الضفادع الدراسية طبعا هي النظرية الليها علاقة بالدراسة من ابتكاري لكن الفكرة الاساسية كان مطلعها العالم من التنمية البشرية اللي هو براين تريسي براين تريسي عنده كتاب اسمه The Eat That Frog وما اخذ فكرة من حكمة صينية انك اذا انت انسان وظيفتك وظيفتك مهنتك مو اعلامي او مدرس او طبيب لا وظيفتك انك تروح الدوام تبلع الضفدع حي هذه مهنتك بالحياة فيقول احسن شي تسوي انك تبلع هذا الضفدع اول ما تروح الدوام من الصبح من صباح الاخير واذا وظيفتك في الحياة انك تبلع الضفدعين يعني رقوق الحين اكشخ صار انك تبلع الضفدعين فابدع بالضفدع الاكبر والاضخم مزمز بالصغير بعد مزمز بالصغير بعد وضبط الله يرحم والدك فشنو اللي صار اللي صار انك شنو الفكرة الفكرة انك انت لما تبدأ وهذا طبعا هو براين تريسي سواها على اساس ترتيب اولوياتنا في الحياة يوميا انا اليوم قمت من النوم كانسان ايا كان ولي امر موظف اعلامي ايا كان عندي مهام بروح الجمعية بروح الشغلة الفلانية عندي تقرير لازم اصوي عندي مهام اصويها اليوم فابدي دايما بالمهام الاصعب او اللي راح تاخذ وقت او اللي ما احبها او بالنسبة حقي غثيثة انا الحين بديت احس ان كلمة فراغ او اختيارة للضفدع لانه شيء كريف انت تبدأ بالشيء اللي انت ما تحبه ايه بالضبط فهذا اللي رحت انا نقلته الى موضوع الدراسة في وزارة التربية فكنت اقول حق الطلبة اقول لهم انتوا عندكم باليوم سبع ضفادع اللي هم السبع حصص ملوتكم فلما ترجع البيت ابدأ بالضفدع الاصعب او الاكره المادة اللي تكرهها اكثر شيء او اصعب شيء ايه اللي تبدي فيها وهالما جرع نترتبهم على هالأساس لو شكلك نفل هالضفدع هذا مقبول ايه هذا حبيب ايه هذا كان طبعا احد السلايدات اللي انا استخدمهم لما اشرح حق الطلبة نظرية الضفدع بالنسبة اوهوة الحين بالنسبة لكل طالب تختلف بالضب يعني طالب يبلش بالفيزياء طالب بالعربي طالب بلش يعني من شدة تصير مثل ما قلت اخوي سليمان يعني مثلا انا وياك واخت نجلة ثلاثة نب صرف واحد وعندنا نفس الجدول لكن كل واحد فينا يكره مادة او بالنسبة حقه مادة صعبة غير فلما يرجع البيت يرتب جدول اليوم مثلا يوم الاحد يرتب جدول اليوم الاحد حسب اوهو شنو بالنسبة حقه اصعب وشنو بالنسبة حقه اكره ويبدي بالاصعب ثم الاسهل ليش طبيعة الانسان بعد فترة من الزمن يعني من الدراسة الحين بداية ادرس بعد فترة يصير عندي جهد بدني جسمي يتعب امل ظهري عورني وجهد ذهني فانا اذا انا مخلص من المادة الصعبة والاقل صعوبة لما يكون جهدي البدني والذهني منخفض وعندي المادة الحلوة اللي انا احبها اقدر ادرسها بسهولة اقدر اخلصها بسهولة فعشان شدي دايما ابدي افكر اني ابدي بالاصعب والاكره وكد اقول لهم اذا تساويوا مادتين في الصعوبة فدور من المدرس اللي انت ما تشتهي فابدع فيها هذه الفكرة يو اذا لنجي احياء طبعا لا كد اقولهم عادي حتى لو احياء ما عندي مشكلة طيب سيد اصعب الحين يصير ايضا نفس الطريقة اجزئها بالمادة نفسها يعني انا عندي احياء اليوم يعني او بجلس فاين الحق احياء صح فاجزئ الحين هم الاحياء نفسها الموضوع هذا خلي اول شي الموضوع هذا كيف يعني 100% 100% نفس الشي تنيهي حق المواضع انا اقسم المواضع نفسها والصفحات الكتاب نفسها وهذا المطلوب الحين حقنا الحين مثل ما اتفضلت اخت نجلة ان احنا في فترة الامتحانات من الحين مثلا اذا قلنا حق الثانوي رح يبدون تاريخ 20 فمن الحين لتاريخ 20 عندي هالأشر تيام هذه ابدأ اقسم اول مرة المواد شنو اصعب المواد خليهم اهم اول شي بعدين في المادة نفسها اي حق المواضع مثل ما انت تفضلت اخوي سليمان ان شنو اصعب شي في المادة اول اللي يبدي فيه اخلي الاسهل الحكب بعدين اقولها انت تاكلين ضفدع الكبير بالضفد بالنفس المادة تاكلين السحلية الكبيرة عدل عدل خبرة هاي صارت نظرية سحلية ممتاز هاي من التكارك اخوي سليمان بنا مجنع اعطيناك فكرة السحلية السحلية بالمقابل استاذ عسام هناك ايضا طلبة يختلف استيعابة عن غيرها فيه طالب طالب سمعي صحيح طالب يحب يكتب فيه طالب عنده نظر مهم لازم يشوف الكلمة عشان يذكرها فهل ايضا انت هل اخذت بعين الاعتبار هذه الامور والاختلافات اكيد وخلي اقول لكم اذا تسمحوا لي اقول لكم قصة صارت على صالفة الضفادع قبل الله اجاوب على سؤالك في احد السنوات يدحق مجموعة من طلبتي بالصف وكان يعني صدفة كان اول حصة عندهم يوم خميس كانت يعني بالجدوى اللي عندي فترتبت اني كان يوم خميس فيتشرحت لهم وقت لهم قلت لهم انا اطلب منكم اليوم بس قال بس اليوم جربوا صالفة الضفادع هذه بس اليوم واذا مشتوا اياكم سمعوا كلامي اذا ما مشتوا اياكم بعد اي شيء اقول لكم لا اخر السنة لا اصدقوني فيوم خميس وطلبة منو طلبة يدرسون يوم خميس فالمهم قلت لهم انا هالسالفة ويأتي يوم الاحد وانا بالمختبر مختبر الاحياء قعد ااخذ الغياب ناسي الموضوع كان اتذكر كان عرف عراسي كان قلوهم شباب في احد سوى سالفة الضفادع كان يرفع ايده واحد من الطلبة اسمه صقر اول ما رفع ايده كذي كنه كنه سحر صار بالصف فروزن كلكم لفو طالعوا ويه صقر طالعوا طالعوا كان يلفون كلهم يطالعونه قاعد شذي تسم رافع كتافة ويهة شذي يلمع عيونه تبرق مستانس قلت لهم هذا شكل طالب يوم الاحد احنا كلنا بالمسجات بالواتس اوب يوم الاحد ايه دوام الاحد هذا ويه طالب يوم الاحد قلت لها صقر شنو صار معاك كان يقول استاذ يأتي يوم الخميس قلت بيجرب مو خسران شي ألسى اربع اربع وشوي قلت بيجرب سالفة الضفادر رح ترتبت الكتب اكره مادة اول شي واللي بعدها واللي بعدها ويقول بالضبط مثل ما انتقت لي اكره شي على الطالب يسوي انه يفتح الجنطة بعد يوم خميس بعد يوم خميس ونفس الشي فتحت الكتاب كانت بالنسبة حقي يهم على قلبي يقول قعت ادرس مادة وراء مادة مادة وراء مادة لين خلصتم ثمان ونوص يعني خذال ابو اربع ساعة تقريبا يقول خلصت ورحت قلت له شنو سويت يقول الآدة كله يا ربعي كل خميس نروح مجمع الرحاب حوالي نلعب العاب الفيديو جيمز هذي فيقول قلت له بعدين كان يقول احلى يوم خميس في حياتي واحلى يوم يمعة في حياتي واحلى يوم سبت في حياتي قطل هم وطلع بظه قلت لنا زين شنو سويت غير شنو يقول لي سويت نفس الشي بالويكند الوناسة والطلع بس شعوري من داخل غير حاسب فرحة حاسب يعني ماكو هم على قلبي صح فاستمتعت بالوناسة فهني انا قمت حتى اقول كلمة حق طلبتي انك اذا خلصت من الدراسة رح تستمتع صج بالوناسة الوناسة رح يصير لها لذة ما تحسها الا اذا شلت هذا الهم من على قلبي ايه لانا مهما بيستانس حاط في بالنا ورا دراسة بضضضض الآن ارد على سؤالك جزء من اللي اعطيه ميان بالورشة ورشة الدراسة الذكية اساس احاول اغطي اكثر من الجانب كنت اقول لهم انتو بعض الموادع مثلا كنت استغرب من بعض الطلبة لم ييه مثلا ساقط في مادة القرآن ومادة القرآن اكثر الحفظ يا حفظ ايات او حفظ احاديث او مثلا بالعربي ما اخذ صفر بالشفة وليش والله ما سمعت القصيدة الفلانية شكثرته القصيدة والله ستة بيات والله ستة بيات مقادرة تحفظها فكنت اقول لهم مثلا انتو كل الطلبة كل واحد عنده موبايل كان مثلا مرة يعني ولد اختي عنده قصيدة هم اربع بيات في المنت وسطة يقول لي خالي انا مو اعرف احفظها قلت له اعطني الايبود مالك خذيت الايبود ورحت قلت ابيات القصيدة في الايبود وحطيت له السماعات قلت لهك اسمعها اسمعها بربع ساعة قام يمشي ويقول وياي ويا صوتي يسمعها مرة مرتين ثلاثة ويكررها ويكررها الى انحفظها فكنت اقول لهم انتو عندكم هالأجهزة سجل حتى اذا انك مادة ملخصها سجلها بصوتك واسمعها كم مرة انزين جرب انك تسمعها جرب انك تكتبها جرب اكثر من اسلوب شوف شن الاسلوب اللي اقرب حق قلبك لما تكتب بايدك انت قاعد تستخدم اكثر من حاسة قاعد تستخدم عيني قاعد تستخدم عضلات جسمك التوافق العضلي العصبي ونفس الشي لما تقاعد تسمع قاعد تستخدم حاسة تسمع فهني لما تستخدم اكثر من حاسة شوف شون هي اكثر اللي تيوزلك حتى كنت اقول حق طلبتي وكانوا بعضهم وياي مثلا سنة من السنوات اللي هو 2012 كنت مشاركة بمسرحية مع السادة خالد امين وستاذ احلام حسن فكان عندي دور بمسرحية ومنولوغات طويلة فكنت اسجلها بصوتي وقاعد اسمعها او قاعد اكتبها فكانوا يشوفوني الطلبة بأثلا بالفرص او هذا يشوفوني قاعد اكتب حواراتي منولوغة المسرحية بايدي فيقول ليش شي قاعد تستخدم فقلهم قاعد استخدم اكثر من حاسة عشان احفظ الحوار بسهولة وبعدين لما القي على المسرح يصير سهل بالنسبة حقي استذكرا فهذه الشون الواحد يستخدم اكثر من شغلة سواء كان سمعي او بصري او حسي طيب بعض يعني البعض يقولون من الطلبة طبعا ان طبيعة مناهجي في الاصل ما تعطي الطالب فرصة للدراسة كوقت يعني اي شوف انا خلا يقول لك انا يعني حسيت من بلشت ادر السنة 2000 لاي الحين يمكن المناهج الحالية هي الاكثر صعوبة بالصياغة يعني من ناحية الصياغة ما قلوم الطلبة او اولياء امورهم لكن كل شي لحل يعني موضوع تنظيم الوقت انا خلق لك اياها وهذه مشكلة على فكرة فينا احنا كمجتمع كويتي احنا دائما الاولياء الامور يبون يعني طوف هذا ولدنا حرام مسكين اعطى درجات او صارت اندي انا كان الطلب الطلب يعني طالب الثانوية الام هي تحل واجباته او هي تكتب له دفترة هذه مشكلة انزين يعني حتى مرة كانت تصير ان مثلا سنة من سنوات بالجامعة يروح يبا يكلم الدكتور تعال ضبطه بدرجة زي انت مثل مثل الشاب او الولد يعتمد او الطالب يعتمد على نفسه يعتمد على نفسه يعتمد على مسئولية فهي مسألة تنظيم وقت انا كنت دائما اقول حق طلبتي وحرص عليهم اذا انت اول باول اول باول تعتمد على موضوع انك تدرس باول باول راح يصير عندك لياقة الدراسة فيصير بذلك تدرس اربع خمس ساعات باليوم ساعتين وثلاث ساعات تكفيك كنت تخلص فيها هذا المنهج بسهولة صحيح اعمل وقت مهم جدا وهذه هم ممكن نظرية لكن ايضا بالمقابل خلنا نتكلم حاليا في فترة الاختبارات بعض الطلبة يصير عنده باليوم اختبارين صحيح فهم شون يقدر يتعامل مع المنهج حاليا ما في اختبار يعني حق بالنسبة حق الثانوية على قلب الجامعة الاختبار او قبلها بيومين خصوصا اذا انا عندي اختبارين على الاقل قبلها خمسة ايام او ستة ايام فانا نفس الشي اردت بالمادة الاصعب واذا مثل ما تفضل اخوي سليمان بالمادة نفسها احط السحالي السحلية الاكبر هذه صارت مسجلة باسمك فنفس الشي اقسم ابدي بالاصعب وثم الاسهل ووزعها على المواد كان عندي ذكرت انا كان واحد من الاصدقاء المميزين جدا مهندس مقداد النقي ما شاء الله عليه كان شنو كان قبل الاختبار بسبوع يدرس 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 ليه قبل الاختبار بيوم ليلة الاختبار لا يدرس فيها يطلع يروح يلعب بولينج يلعب بليارد يعني يرفع النفس يروح سينما ليلة الاختبار لا يدرس بس قبل الاختبار كل يكون يدرس عشان يروح هو نفسيته هادية وما تلقى مثلا قبل القاعة باب الجامعة وواقف عن باب القاعة وماسك مذكرات أبدا كل الطلبة تلقاهم باللحظة الأخيرة يريد يدرس لشار الله ويحقبها ها باللحظة الأخيرة قاتلة طبعا وما منها فايدة على فكرة أنا أذكر إن كنا نكتشف أشياء إحنا أساسا ما مرت علينا أخي ما أعطوننا إياها برضا تلخبط طالب قبل ما يدخل عموما أنا سمعت إن عندك مواهب أخرى غير تقديم هذه نقول الورشة سمعنا أنك كاتب مخرج مخرج مثل أنا مخرج وموثل كاتب يعني عندي محاولات بسيطة في الكتاب المسرحية بس بالأساس ممثل ومخرج ممثل كيف تعمل طلبة معهم معنا ما يكون أستاذهم ممثل هذا أحسن وحسن يسهل لي أصلا هذا المسال صحيح طبعا 100% أنا أعتقد أن أنا أعتقد لازم كل المعلم يأخذ الحصص في الدراما يعني بطريقة دراما يعني أنا في أجزاء لها علاقة بالأحياء قاد أمثل في الحصة يعني وأخذ الطلبة مجموعة من طلبة مثلا كانت انتقال مثلا انتقال جزيئات الماء في الجذور والأوراق والساق أي مجموعة من الطلبة نحن جزيئات الماء ورقة الماء وشيء ينسوي مشهد بسيط يعني مو مسرحية طبعا بس أشياء هذا وفي أصلا في الدول اللي بره وبعض الدول العربية مثل في لبنان عندهم بعض الدراسات أن يشتغلون على موضوع مسرحة المناهج يعني بعض المناهج شون يسوونها مشاهد بسيطة يعني غيرت انت شوية فكرة أن استاذ الفيزياء استاذ أحياء يمشي بالمدرسة وحس أنه مكروه الحمد لله أنا إن شاء الله ممكروه إن شاء الله يكون ممكروه إن شاء الله إن شاء الله يعني استاذ عصام الكاظمي التربوي المعلم نتمنى لك التفويق وتمنى أن هذا الطريقة السهلة لأمانها أن كل من كل طلباتنا يمديهم يستفيدون منها إن شاء الله إن شاء الله شكرا أنتم مشكورين أخوي سليمان وأختي نجلة على هذا اللقاء وموفقين دائما ومشكورين كل اللي في الكواليس ووراء الكنترول وأيضا نتمنى كل التوفيق للطلب إن شاء الله والطالبات وطالبات إحنا اليوم تروا أيبناها بأننا بشوي بذبوت إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع آمين إن شاء الله مشكورين شاهدين بعد الفاصل رح يكون معانا مصارع كويتي نشوف